مرحبا بكم العازفات يوصلونا ال 47 و 40 دقيقة اهلا وسهلا من جديد من الناس اللي تسمع فينا وينما كنتو كل عادة نذكروكم بالفيديوهات متاعنا الكل تنجمو وتتفرجو عليهم في اللايف متاعنا في الباش فيسبوك راديو مات تونيزي ولا ترجو زادا كيف كيف علشان يوتيوب وين تنجمو وتلقاو كل الفيديوهات مرحبا بالناس اللي تسمع فينا داخل تونس واخرجها على نتخف خيكانس ولا زادا كيف كيف من خلال ستريمينج متاعنا شكرا على متابعتكم مشيوتوا تسويتك العادة لحكاية زمنية حكاية زمنية حكاية زمنية مع سوفيان بن فرحات دونك حكاية زمنية بش نرجع شوية لبدايات التونسير سوفيان اليوم بداية التونسير الناس ما عفوهاش بداية تونسير عام 48 وقتها فرانسا مازالت مستعمرة تونس قبل دارتشوف الناس الزمنية يتاوك يحكيوا على خير الدين اللي هي بين الكلام وحق الويد يسميوها لايلو بور لانو قبل كانوا ما سماش تايلات في تونسي جي وكان يجو كان لزيد روك دي سورت يشوي سمع تايلات حربية قبل حكي لك تايلات سيفيل ما كانوا تايلات اللي يهبتوا في الماء يععم لو ما باد يساعد في جيهة لايلو بور خير الدين وين خير الدين تونسي جيلا كان عنده قصاد غاديك عليك يسميوها خير الدين خير الدين يقولوا الناس بكري وانتوك عام ثمانية واربعين بدات الكوبانية تونسيات ومؤسسين متاحه واحد فرنساوي اسمه مارسل بيرجي مات نهار سبع افريل 2016 انا وقت اللي مات بحثت عليه شوية عملت بحث ورقيت انطلافت العمله حتى ديز انت ريفيو وحكيه على البداية متاع الكوبانية التونسية تونسيات يقول هو السيد هدي هو كان يخدم في اير فرانس وكان يخدم ديتاشي بعد مع تونسيات يقول النهار 21 اكتابر 1948 اخرج الامر اللي عمل الكوبانية التونسية للتايران الكوبانية التونسية للتايران والتي تسموها تونيسال الكابيتال متاحه وقتها الستين مليون فرنك فرنساوي والبيت لمن بي عنده هو وبعض الخواص واحد وخمسين في المائة وارفرانس كانت وقتها عندها تسعة وربعين في المائة ونهار واحد افريل 1949 بدت تخدم الطيارات اللي بي باسم التونسيات وهو عنا تساور هيدا مرسل بلجي ثم التسوير متاعهم والتايرات متاع تونسيات هوا حتى ينهي لكم حاطهم سيد احمد في السيتم تانا الوقتها الامريكان كانوا يحبوا يعملوا شركة في تونس وفرانسيسي بانسور قالوا لا نعملوها احنا لذلك الفرنس كانت تعمل خمسة رحلات ما بين فرنسا والجزائر والتونس وهذا يا مرسل بغجي كان ديتاشي وقتها يخدم التكنيسيات مع الفرنس وكان معهم واحد يخلصوا موسيو قوتية واحد يسموا موسيو بوي اللي جاءوا من الجزائر واحد من الجزائر والثاني من مرسيلي وكانوا هما اللي لهين بالتصليحات متاع الطائرات في الجزائر والجزائر العاصمة وتونس وميرسيلي ومن بعد باتفقوا مع الحكومة بتاع الربية وقتها اير فرنس هي اللي هزت المارشي وقالوا لهم اقعدوا انتوما سوى البلاس ونبدأوا بشيخ موتاو دونك الخمسة الولانين هذو ما اللي احكينا عليهم هو اول ايكيب كومبليت اللي بدت تخدم في تونس اير والسيد مخسر بغجي هذية كان عندو رقم تاستين معناها الامبروينو ميلودو في المؤسسة هذية كيفاش بدت تونس اير دونك خرجوهم من اير فرنس تسنين وتسعين يوم بش يعملوا الطائرات اللولة متاع تونس اير وهم على 92 مليون يوم قادوا تلسين سنة كمخسر بغجي قادوا تلسين سنة وبدأوا بتروى ديسي تروى يجيوا من مارينيان من فرنسا يعني طائرات بشيجي كارافيل ديسي تروى يسميها تلاثا بدوا يخدموا بيهم بعثوهم من دونك التونس بش يخدموا كيفاش كانوا يخدموا التقنية كانوا يدخلوا الطائرات للانغار تاو تشوف تما انغار دخلت له كارافيل بالدزين هما يدزوها كما تدخل كارافة كمتين اربع من الناس يدزوا الطيارة وبدأوا يدخلوها يقول ما كانش عنها حتى يذكبوه معناها تقول انتي سلوه دونك كانوا يتلوا على اكتاف بعضهم بش يطلعوا للطيارة كانت طريقة معناها صعيبة لكن كانت بنسبة لهم باية ونهار الطيارات هكا يعملوا نهار بنهار هما والله وبيلوت وإيد ميكانيسيا نهار يمشيوا للجزائر نهار يمشيوا للفرنسا نهار يمشيوا للجزائر وغاديكا يصلحوا الطيارات دونك هو يقول مخصير بغجي انا جيتو تاليزي هذا في انترفيو عام 2014 تلاش تلاش تلاشة وثلاثين الف ساعة طيران في مسيرتي وهذا الدوب الامتاع الموين المطلوبة وكيف ينظموا تونيسان يقول الاول شخص دخلوه اللي هو كان نجار نجار سئلوا الصحافي قالوا عليش نجار قالوا بش عملنا بلوته الثاني الثاني حاجة شلوه دونك شلوه اللوح هي حديد حديد وعليش خاطر بيروت يزو بيكون إليجون يعني الصوريهم يحدوهم وكل شوية الحديد ذي متاع تبشي الحديد ذي متاع شمتين ومن بعد كانت مقابلة فرنسا في العوينة سمى واحد قهواجي كان يجيهم كلنا هالا ستة متاع صباح ويجي برهم قهوة سخونة كروسا كل صباح يجي برهم هذا حبوا ويشكروه السيد هدايا وبدأوا يعملو له في تكوين وهزوها للخارج ولا هو شف دوكابين أول شف دوكابين قهواجي هذي ولا أول شف دوكابين وعمل كريال أول شف دوكابين ومن بعد ميسي قوتي خدم مرته شكريتين متاع السيد هذي مرت القهواجي ما عندهم مش قلتك ما كان وش عامدهم عام أثمانية واربعين كانت تنجم تقول هي مؤسسة عائلية الوضع هذا دام عامين وثم واحد رجل أعمال تونسي من الناس اللي مساهمين مع البي في الواحد وخمسين في المئة كان يبعثوهم كلنا هذي سبت كوسكسي وشفور متاعو كلنا هذي سبت يبعثوهم كوسكسي بشكلوه الشفور متاعو ولو دخلوها منوفر معا يعني دبراسوا معاهم للتونسيا مانا دبراويات يجيبهم كوسكسي قالوا كانت تخدموني معاكم قالوا يا أدخل حتى انتي دخلوه كما القهواجي كلهم يكونوا فيهم يكونوهم أقبل ما يخدمون هاو كان يبعثوهم تكوين في الخارج هزوم مارينياني هزوم للجي هزوم البريز ووهيني نهار سلهم أكسيدون نهار ستة أكتوبر ألف وتسعمائة وخمسين تبا واحد وهو عرصوا نهارتها هذي مخصير برجي ثم واحد تقصت يدو بالليس متاع الطيارة يعني نعونا متاع الطيارة قصيدو وقال نهار جبنا صندوق معا بي بذهب من فرنسا قال في فرنسا وقت يجبناها في الذهاب والإياب كانوا ثم موجودين بوليسية وقادوا يعرسوا كيوصلنا إلى تونس خلينيها على الطيارة ومشينا ولا واحد فاق بها ولا واحد هزها قال على خاطر وقتها كنا يجبنا أن تلهيوا باللي باساجي بالباقاج دارتشوف تسويلا كانوا يهزوا الباقاج وما نفسهم المسافروا بيدوهس ويتلهوا بلعبين ويتعديهم على الديوانة يقول أول ثلاثة الناس كوناهم هما سي الحبيب العجيمي اللي هو أبوه كان قادي وهو أول بيلوت تونسي ومبعده سينا جيب الصنعي اللي بوه كان ميتسا ومسيو سيتبان اللي هي عاية شاتبون كيف كيف تونسا يهود تونسا بوه كان إكسبال كونتابل وعملو لهم تكوين في اللي سي تكنيك في تونس كان اسمه يميل لوبين كان هنا واحد من أخواني ومبعد جدو قالوا شكون الناس اللي جبتوهم المهمين قال أول واحد جبناه وشال دوغول جبناه في الطائرع متاعنا والبلوت متاعنا ميسو نويل كنا نعايتوله نويل لاميداي وعليش خاطر كان ديما قولوا ملاني شاركت في الحرب ولو أعطوني ميدالية ولو كذا هم مش مستقلوا قالوا الروس كان وليو سميوه نويل لاميدايكم كواهو يا حشحش ياخي في الحرب تسعة وثلاثة سينة خمسة وعوان ياخي كيشفوا دوغول قالوا نعرف كنت مقاتل بلقايا في الحرب ودوغول هو قادر الريزيستانس في فرنسا قال من وقتها ودينا انقدروه من بعد قال عام التسعة وثمين 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 أول وياج صار بين تونس والمستير أنا كنت معي الحبيب بلقيمة ووقتها مازال المتار مش حاضر كمبليتمان أما أهبطنا غاديكا وقال الكوبانية كانت معناها علاقات فيها بشارية ينكملان وكانوا العمال يخدموا ديلكتما مع الشيف بيلوت ويقول معناها أول حركة احتجاجية صارت هما كانوا يخدموا في الليل والإجانات الأنمان يبدأوا حتى لستة متاع العشية قالوا يبدلوا التوقيت متاحهم ووقتها يبدأوا يخدموا في ستة ونص نفس الطيارة كانت لنقل الشخصيات الكبيرة مع المواطنين وقد أخبروا صورة ما ذكرت هذي حكاية تونيس غيره. والتونس عندها فيها واحد وخمسينة في المياه. طوى لرمي مكسيكان. معنا مش مشكلة فقط في الامكانيات. حتى العظيمة وقت يحب الواحد معناها ينجح شركة. والا. القلب والناس اللي يطلع الاخر الطيارة يدخلوها. بعضها مش يدخلوها. بينصول ما تلبروش طوى مش مجموش ده يدخلو الطيارة. اما وقتها سبق ليب. وعليك عليش تونسة لبدات ومن عام سبين الارمعين عايشة الطوى. اه مؤسسة طوى بدت تلجع تستعيد في انفاسها. ومؤسسة واحدة كدت تكون انتو جبالي معنوش تدخلوها. حمدول. معنا الحمدولة حتى الان. وعنا دي بيلوت اكبر. اما تشوف بشوي بشوي كيفية سيدي اللي جيبنوا في كروسان وردوها شفت كابينو. مرتو دخلوها اه سيكريتال. ولي يبعثلهم في الكوستة. سميش معارفة قبل لذي. وفهمني اه مرتو اه اشوفوه بتاعه ولو دخلوه. وبشوي بشوي كيفاش بداوا يخدموا حتى بعد كونو دي بيلوت اتوين سيغلو. دونك بديت. خمسة من الناس. وذي عليش نقولو الشركة هذي شركة عريقة لازمها وتمثل تاريخ وصورة تونس هذيك عليش لازمها ديما تقعد قايمة ولازمها ديما معناها اه تربح ولازمها مرة اخرى حتى وكن اه طاح التعاود توقف على ساقها وتعاود ترجع مرة اخرى وتتحقق المربيح متاحا. شكرا لك يعطيك الصحة سفيان شكرا على الحكاية زمنية الليوم. حكاية زمنية. حكاية زمنية مع سوفيان بن فرحات. نرجع في ساعتنا الثانية من برايم تايم لليومة كالعادة نعطيكم لفونجول تقطوقة اليومة وناخذ ناخذ بطبيعة اخبار اللي ميدياش تمه وش ما تميش ومع رجعة زادة كيف كيف مع هدرت التونسي هذا الكل في ساعتنا الثانية قبلها جيكم صف